ولكن عندي سؤال أخ أمال يعني أنت لما بتقول لغة يونانية ولغة عبرية مش كل الناس بتقرأ عبري ولا يوناني ولا فاضي حتى أنه بتقرأ مشان هيك في الكتاب المقدس مترجم أكتر كتاب مترجم في أكتر من متين لغة وعد عن اللاجات ولكن برضو الكتاب المقدس هو إعلان يعني الرب يسوع قال لبطرس طوبة لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في سموات في موضع آخر لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح بالروح القدس طبعا وبعدين بقول إن أراد الإبن أن يعلن له بعدين الرب يسوع بقول أخفيتها عن الحكماء وأعلنتها للبسطة للأطفال يعني فلعاوز أقوله يعني مش لازم أحد يكون لهو تضليع جدا عشان يفهم فالله بيكلم الطفل اللي بيقرأ كلمة الله وكمان بيكلم الشخص العقلاني جدا من كلمة الله وأكيد الفهم والإدراك كل واحد عنده الفهم ولكن المرجعية والصياق هو واحد ده صحيح يا خنزا فاك الآية اللي احنا اتكلمنا أنه الرب أقام في الكنيسة رسل وأنبياء ومعلمين ورعاة ده البنيان الكنيسة احنا بنشكر الرب من أجل الأدوات المتاحة للمؤمن النهاردة وانا لما بقول الأدوات المتاحة بقصد تلت أدوات أساسية أول حاجة هو قاموس الكتاب المقدس قاموس الكتاب المقدس ده بساعدني أفهم الكلمات المستعصية على فهمي وإدراكي لأنني مخزوني المعرفي ما عرفش الكلام ده زي الأوزان الجديمة زي المسافات زي كده أفهم تعبير في سفر أيوب إلى آخره تعبير مختلفة القاموس الكتاب المقدس ده وسيلة بتساعدني لفهم كلمة الله أنا لا أقصد شروحات الشروحات دي ممكن استخدامها في المطابقة بعد كده لكن ده أول حاجة هو قاموس كتاب المقدس الوسيلة الثانية هو فهرس الكتاب المقدس يعني أنا عندي كلمة أنا عاوز أدور أو أدرسها بعمق أدرس معنا كلمة نعمة ما هي النعمة؟ ما هي الرحمة؟ وابتدأ فأنا طبعا بسرعة لحبايب المشاهدين أنه علشان تستخدم فيهرس الكتاب المقدس لابد أن ترجع إلى الجزر الثلاثي لكل كلمة أنت عايزها فمثلا رحمة مثلا يبقى را حيمة باب الراء وفصل الحاء والمين وأعرف تحتها كل مشتقات كلمة رحمة رحيم رحمن رحمة وهكذا نفس الكلام يبقى عندي قموس وعندي فهرس الوسيلة الثالثة هو أطلس الكتاب المقدس هذا الأطلس بيبين لي الجغرافيا وبيبين لي المدن والمسافات ده كل ده بيساعدني عشان أفهم النص اللي قدامي عشان كده الرب بيستخدم هؤلاء الموهبين اللي رب بيستأمنهم بهذه المواهب لبنيان الكنيسة